حبيبي عم بشوفك في عندك طاقات سلبية لسه ما تخلصت منها هادول الكرتين فوق بعض عم بتحاول تستشفي من موضوع من موضوع من طاقة سلبية ولكن عم يعني يتأجل الموضوع او لحد الان موجودة هاي الطاقة عم بتحاول تستشفي كويس هذا الاشي ولكن عم بشوفها لسه موجودة لساتها موجودة عندك عم بشوفك برضو كتير انصدمت يمكن من الناحية العاطفية او حتى بالعمل بس اكتر بالعاطفة انصدمت من علاقات كتير قبل هيك او من اشخاص ممكن يكونوا اصدقاء لذلك قررت انك تروح بعيد تبعد تدرس في الامور اكتر ولكن شايفي انا بالايام الجاي انه رح يكون عندك جميع مفاتيح النجاح بالنسبة للعمل يعني انا هاد الكرت بشوفه توازن ونجاح بجميع المجالات عندك مفاتيح لقلب الحبيب وللنجاح في الحياة العملية عم بتكون مسيطر على العلاقة اذا انا شايفي في عدد منكم كبير في منفصلين وعلى فيه علاقة ثلاثية عم تنتهي وهذا اشي كتير حلو عم بشوف المواضيع بتترتب لحالها عم تاخد قرار فجأة بانك ترجع للحبيب او الحبيب عم يعقد هذا القرار فعم بشوفكم عم بتفكروا فعليا بهذا الشهر بالرجوع والتفكير بالارتباط شايفي فيه ارتباط في الموضوع اما وعد او امور عم بتصير لحتى تسهل هذا الموضوع وهوان عم بشوفك اكتر شي في العمل عم بتكون كتير غضبان كتير زعلان هاي الفترة اه مع انه في بعديها راحة بعد كل المشاكل اللي لقيتها بشغلك وبعملك او مع الاصدقاء اه شايفي فيه راحة او فيه انتصار راح يتحققه اه فيه انتصار راح يتحققه على اه شخص معين او على اشخاص. طيب خلينا نشوف اه لو فيه تحذيرات هذا الشهر لبرج العدراء. هاي الكروت مش انه سلبية ولكن فيها تحذيرات اه من موضوع معين. اه هون بيقولك ازا بدك اتوقع على شي ازا بدك اتوقع على كنترا معين على اه عقد معين فاحذر كتير هذا الشهر يعني حاول اساسا انك ما توقع عليه او تموت في الموضوع. اه تمدد الموضوع. اه توقيع الاوراق في هذا الشهر شوي عم يكون اه مش لصالحك. فهاي كانت اه التحذيرات. اه خلينا نشوف الاوراكلز ايش بنصحونا لهذا الشهر. او خلينا ناخد كروت العقل الباطن. لالك وللشريك للي عندهم شريك. كرت لك وكرت له. هذا الكرت لك عم بشوفك كتير زعلان كتير اه مكتئب من ناحية العلاقة اه وكأنه كان في عندك امنيات في العلاقة او اه شغلات كنت تستناها من الحبيب او الشريك. اه لسه ما يعني لسه ما صارت لحد يت هلا. او ممكن تكون انك مش ناسي الزعل او الامور او المناوشات اللي كانت بينك وبين الحبيب. اه عم بتفكر فيها يعني مليا. عم بتفكر فيها كتير كتير. اه عم ترجع للماضي كتير. شايفيتك هون عايش شوي بالماضي مش قادر انك تتحرر منه او تروح للي بعده. بالنسبة للحبيب. الحبيب ناوي على على خير. اه عم بيكنن لك كل مشاعر الحب عم بشتاء اه في عنده اللي هو انت بالنسبة له هدف. ولكن شايفي في بعض الامور عم بتعرقل هذا الموضوع. لكن انا ما الي في العرقيل. الي في عقله الباطن هو عم بيفكر فيك بطريقة هستيرية مش طبيعية. اه ولكن في امور الثانية بتتحكم في الموضوع او بتأجيل الموضوع الارتباط او تبعكم. ولكن عم بشوفه بيرقبك كتير وبيحنن لك كتير. وهذا الشي متبادل يعني انا شايفيته منك ومنك. اه هون بيقولك انه اه 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 اتطمن بالنسبة للتغييرات او التحديات اللي انت هلأ عم بتمر فيها هي مجرد اه خلينا نقول مجرد اه اه درج او مجرد اه اه وسيلة لحتى توصل فيها لهدفك. فما تزعل من التحديات اللي عم بتمر فيها عم بتكون ناجح كتير في انك تتخطى هاي التحديات وتوصل للي بدك اياه. بيقولك انت معاك يعني زي ما قلنا قبل شوي مفتيح النجاح معاك يعني كل شي عندك اياه سكلز اه كل شي انت انسان قوي كتير بالنسبة لانك تجتاز هاي اه التحديات وهاي التحديات راح تكون لصالحك راح تكتشف هذا الاشي فيه ما بعد. اه بيقولك انه احلامك اه والفجنز يعني والجولز احلامك واهدافك وامنياتك راح تصير حقيقة راح تصير في الواقع بس بيقولك يعني انه خليك مركز على الهدف اللي انت بدك اياه. اه ما يعني ما فيه ناس راح تاخدك هيك راح تاخدك هيك فيه امور راح شوي تاخد من تفكيرك ولكن بيقولك لأ يعني كون وكون مركز على الهدف لانه راح يتحقق مع التركيز. ازا راح تركيزك بتبعد عن الهدف طبعا. هاد الكرت اكتر ايش شايفيتو كرت ممكن يكون حمل اه للنساء. في بشرة على يعني بشرة معينة او اه خبرية حلوة كتير بالنسبة للمتزوجين اه ممكن انت تعلق اما في الاولاد ا او انه حمل جديد طفل جديد لانه شايفي طفل اه جديد. بقولك اه يعني خلص اه خد راحة من اللي انت فيه خد راحة من اه التفكير من المشاكل الحياة اعمل لحالك اه برنامج مسلا انك بهذا الوقت يكون اه فترة راحة او خد اه اجازة خلينا نقول اه خلي عندك شوية اه وقت لحالك مش كله شغل مش كله اهتمام بالاخرين اه لازم تهتم بحالك اكتر شوي. اه نفسي الحقي بقولك خلص بكفي تفكير بكفي انك وعم بشوفك يا برج العذراء عم عم تدفشي الامور عم بتحاول انك اه اه بكفي تفكير و اه اعمل ميديتيشن اه عالي طاقتك الايجابية اه وكمان بقولك خلي في عندك شوي طاقة اللي هي امتنان انه بالنسبة للاشياء اللي موجودة عندك اياها اه دائما اتطلع عليها واحكي الحمد لله يعني عندك شغلات ولكن انت طموحاتك يعني برج العذراء كتير طموح وكتير بس هذا لا يمنع انه تشكر كتير على الاشياء اللي موجودة عندك لانه طاقة الامتنان او الشكر اه هي بتقولولي شو كيف نعلي طاقتنا الايجابية يعني هاي واحدة من الطرق اه طاقة الامتنان لما نميها عندنا وكل يوم نذكرها كل يوم نحكي الحمد لله على الشغل الفلانية او نحب الشغلات اللي احنا بنملكها اه طاقتنا بتزيد يعني هذا ممكن ان يكون اه بقولك انه رح اه وكأنه في عندك مشروع جديد او موضوع عم تمشي فيه بيقولك رح يكون عندك المناسب رح يكون في عندك الدعم اه المناسب لهاي الامور هذا الكرت طلع مقلوب اه هذا بيخص الاولاد اه وكأنك تعبان شوي مع الاولاد فبيقولك بدهم شوي صبر يعني للي عنده اولاد اه عم بتعبوه شوي من برج العذراء فعم بيقولك انه اه شوية صبر لانه هذا السن او هذي الفترة اه من عمرهم بيحتاجوا انا ما بعرف قديش عمرهم بس بيحتاجوا اه الصبر اكتر و فما ما ما نضغط على حالنا او. هي فترة وبتعدي. بيحكي لك انت كتير يعني مش متناقض يعني مشوش. انت كتير مشوش. لانك ما عندك معلومات كافية. بيقولك زي ما قلنا قبل شوي انه اعمل بحث عن معلومات اللي انت بدك اياها. استشير استشير حدا قد نصائح. انا بعرف انه برج العدراء يعني اراءه من راسه. كل شيء من راسه. القرارات والكزا. فهون بيقولك لأ انت بحاجة انك تبحث عن معلومات وعن خبير او تاخد نصيحة خبير في اه الموضوع بيعني بفور بقبل ما انك تاخد اه القرارات. واكنك ناوي تاخد قرار هادي الفترة. يمكن قرار السفر اللي قلنا عليه او قرار الارتباط. بيحكي لك انت بتستحق فقط الافضل. شفت قبل شوي بالكروت انه شوي عم تتزعزع ثقتك في نفسك. شوي مش ما عم تحب حالك. لا بس عم تتزعزع شوي ثقة. فهون بيطمناك بيقولك انت بتستحق فقط الافضل. وهذا اللي انت لازم تركز عليه بال يعني اه فوكس يور اتنشن اون. هذا اللي هذا الاشي اللي لازم تركز عليه في نيتك في داخلك. تركز على انه انت بتستحق الافضل ورح يوصلك الافضل. اه زي ما قلنا احنا دايما انه بقوانين الطاقة الكونية انه الاشي اللي احنا بنركز عليه بيصير. فركز على هذا الموضوع رح يصير بسرعة اكبر. كل ما كان في يقين اكبر كل ما كان في يعني سرعة في في اليقين بيتم هذا الموضوع اسرع. هذا الكرت طلع مقلوب بيقولك انه شوي تحذر من الطيبة تبعتك. في عندك طيبة مش معقولة في عم بتكون طيب مع اشخاص ما بيستحقوا. فبما انه يعني طلع مقلوب عم بيقولك شوي دير بالك من الاشخاص ما تأمن ما تحكي كل شيء بدك في يعني ما تحكي كل شيء بصراحة لناس ما بيستحقوا. فاكتر اشي هذا الكرت. هذا الكرت كمان طلع مقلوب بيقولك انه نفس اللي قبل شوي وكأنه بيحكي لك انه خد استشارة من الناس اللي حواليك. ما تأخذ القرارات بتسرع هذا الشهر. هذا الشهر لازم تكون شوي حذر من اتخاذ القرارات يبرج العدراء. بيقولك انه الاشياء الحلوة رح تبلش تظهر شوي شوي لكن ببطء في حياتك فكون شوي صبور متفائل. في طائد فرج رح يعني تفتح عندك في هاي الفترة. فخلي تركيزك على الامور الايجابية وفي طائد فرج. في طائد فرج عندك يا برج العدراء ان شاء الله تكون الامور تمام. خلينا هلأ نعمل هاي الفقرة اللي اضفناها. انك تسأل سؤال او تضمر على شيء. الاجابة رح نجاوب عليها بآ او لا. يعني سؤال بيبدأ بهل. هل كذا كذا رح يصير واذا كان فيه رح يصير رح نشوف توقيتات معينة لهذا الموضوع. طبعا هذا السؤال رح يكون له طاقة شهر فاذا ما رح يصير في هذا الشهر رح يكون الجواب لا. يعني مش ما تاخدوها كتير سلبية اذا طلع لا. لانه رح نعيد هاي الفقرة بالتوقعات الجاية اللي بعد اسبوعين. فممكن الطاقات انها تتغير. فبترككم تسألوا السؤال. وتركزو على الشي. حابين تعرفوا نتيجته او. وخلينا نشوف. عم بشوف حبيبي العذرة انه هذا الموضوع ما رح يصير انا اسف ما رح يصير طب ليش ليش ما رح يصير خلينا شوي نفتح انه ليش هذا الموضوع ما رح يصير بسبب طاقة سلبية عندك اياها زي ما قلنا قبل شوي كان في طاقة سلبية وانت ما استشفيت منها